والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قررت قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم حين علمت بهجرة المسلمين سرا من مكة المكرمة إلى يثرب اختارت قريش شابا من كل قبيلة لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتفرق دمه بين القبائل لكن الله عز وجل كان يعلم بمكر المشركين فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة المنورة والحاق بالمسلمين وقد صاحبه عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق في هذه الرحلة حيث حماهما الله تعالى في غار ثور وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه إلى يثرب حيث استقبله المسلمون استقبالا عظيما ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بإنشاء دولة جديدة للمسلمين وكان أول عمل قام به عليه السلام بناء مسجده وسط المدينة ليقيم فيه المسلمون شعائرهم الدينية وأصبحت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية عندما أخذت أعداد المهاجرين تتزايد بدأوا يشعرون أنهم عالة على الأنصار فجعل لكل أنصاري أخا من المهاجرين وهكذا حقق الرسول صلى الله عليه وسلم الوحدة بين المسلمين بالمؤاخاة أما يهود المدينة فقد وقع الرسول عليه السلام معهم ميثاقا حتى يعيش بين المسلمين بأمان ولهم حرية الاعتقاد لكنهم مع ذلك لم يحفظوا عهدهم وظلوا يغدرون بالمسلمين